هي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن إعادة تشكيل المجلس العسكري وأن المجلس العسكري تم إضافة بعض القيادات له وتم تشكيله من 23 عضو بدل من 18 في مصدر عسكري منذ قليل أكد أنه لم يطرق أي تغيير على تشكيل المجلس العسكري أنه كما هو 17 عضو وأن تشكيل المجلس لم يتغير على الإطلاق لا في الصلاحيات ولا في العدد وأن إعادة تشكيل هذا المجلس كان من قبل رئيس الجمهورية من أجل تفسير نصوص الدستور فيما يتعلق بالمجلس وعمله واختصاصاته على ما يبدو أن إعادة تشكيله جاءت ليتوافق مع نصوص الدستور الجديد كانت بعض الأنباء قد تحدثت أيضا عن أنه سيرأس المجلس العسكري وزير الدفاع وفيه برضو خبير استراتيجي قال منذ قليل أو مصدر عسكري قال منذ قليل أن المجلس العسكري حينما كان يترقصه رئيس الجمهورية فهي رئاسة شرفية حقيقة التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة طبعا عارفة أن أخبار من النوع ده الناس بتهتم بها جدا لأنها بتربطها بمسألة ترشح المشير عبد الفتاح السيسي بتربطها بشكل واضح ومباشر بترتيبات المرحلة اللاحقة على الانتخابات الرئاسية عشان كده الناس بتسأل كتير حوله أو بتهتم كتير جدا بهذه التفاصيل أعتقد أن معنا اللواء سامح سيف اليازل لمناقشة هذا الأمر هنروح له بالتأكيد لمعرفة تفاصيل هذه المسألة لكن الأمر المتعلق أيضا بمسألة وجود المشير عبد الفتاح السيسي في الوزارة الجديدة التي سيرقصها المهندس إبراهيم محلب من عدمه يعني عدم وجود المشير عبد الفتاح السيسي في تشكيلة تزيل وزارة وجود وزير دفاع جديد هذا يعني أن المشير عبد الفتاح السيسي حسم أمره بشكل نهائي فيما يتعلق بخوضه الانتخابات الرئاسية لكن حتى الساعات اللي بكلمة حضراتكم فيها على الهواء تبدو أنه لا توجد إجابة على هذه المسألة حتى أن رئيس الحكومة المكلف المهندس إبراهيم محلب أن قال أن وضع وزير الدفاع أو هذه الحقيبة في يد رئيس الجمهورية فكرة تقليدية الأديمة دايما كانت أن الوزارات السيادية الدفاع الخارجية الداخلية الإعلام كانت دايما بتبقى من تقليد موجود في الحياة السياسية المصرية بتبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية لكن ربما تحمل إجابة المهندس إبراهيم محلب إذا فتحنا باب التكاهنات أو التواقعات هي إجابة عامة أن رئيس الجمهورية هو الذي سيحدد هذا الأمر هناك من يرى أن هناك انتظار لإقرار قانون الانتخابات الرئاسية حتى يعلن المشير عفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الحقيقة المسألة دي بقت مسألة مقلقة لناس كثيرة جدا الناس عندها وفقا للأنباء إن مؤكد أن المشير عفتاح السيسي سيترشح للانتخابات لكن تأخر القرار حتى الآن بيخلي البعض يطرح أنه ربما يحمل أمر نوع من المفاجأة هل المفاجأة واردة أو غير واردة؟ ده من النقاشات أو من الأسئلة المطروحة لكن على أي حال بعيدا عن مسألة وزير الدفاع ما زالت هذه الحكومة تواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق ببعض الحقائب من الحقائب اللي فيها مشاكل حقيبة الثقافة بعد اتظهر الفنان محمد صبحي وبعد عدم قبول النخبة المثقفة لترشح الدكتور أسامة الغزالي حار بقابل النهاردة الحقيقة رئيس الوزراء المقالف الموانس إبراهيم محلب عدد من الشخصيات لمحاولة حسم هذه الحقيبة كان فيه كمان حقائب لم يتم حسمها بشكل نهائي هي حقيبة مثلا الصحة لم يتم الإعلان عن الوزيرة الذي سيتولى هذا المقع وزارة الإسكان نفسها اللي كان بيترقصها المهندس إبراهيم محلب أو معه هذه الحقيبة حتى الساعات الأخيرة لم يتم الإعلان بشكل واضح من سيتولى هذه الحقيبة عندنا جملة من الحقائب حقيبة الصناعة بعد ترك محاولة